مين لفت نظر كابتر رمضان؟ صحيح الفرق كلها كانت نجوم بس بالتأكيد مبارح كان فيه لعيبة تقلقت مين لفت نظر كابتر رمضان؟ وإيه السمع العمل الفريق؟ يعني شايف حالة الفريق قبل مروح لماطش ريال مدريد؟ لا إحنا حالتنا كويسة الحمد لله يعني أنا بستثنى بس الملحوظة بتاعة الشوت الأولاني بنبقى شوية لكن الشوتين إيه اللي ممكن يتقال بين الشوتين يغير الشكل كده كابتر رمضان؟ هو الراجل بيعرف الحقيقة النواحي النفسية والدوافع بيعرف يعملها بشكل قوي جدا ومميز جدا تريته للفريق المنفس بتبقى أكبر؟ يعني أنت مثلا بيجي فيه ايه؟ فيه مديرين فنيين يقولك ايه؟ مدرب كويس لكن كولر كوتش كويس بيعرف يتيري 90 دقيقة لأن حتى فيه كوتش كويس لكن حتيت قدرته لل90 دقيقة ما تبقاش قوي فلا كولر من أول ما بدأ معنا لغاية دلوقتي هو كوتش عالمي على مستوى عالي جدا 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 الحقيقة في قرأته لل90 دقيقة في قرأته للجيم في قرأته للمنافس قبل المباراة وبخلال الشوت التاني في خلال فترة الراحة الحقيقة لا بيصنع الفارق أنا بقولك في المباراتين الشوت التاني الأهلي أحسن كتير كتير جدا كتير جدا يعني أنا هقولك حاجة مبارات أكلم يعني بس سيبك من الناس اللي بقولك ضعيفة ومش ضعيفة أنت ممكن تقبل منافس ضعيف وما تقدرش تم مع حاجة وتطلع نتيجة سفر سفر أي وبيحصل في الدور المصري بتلاقي منافس أقل منك بكتير جدا والنتيجة تطلع سلبية لكن أنت بتتكلم في إيه أنا بتكلم بقي على الكوتش الشوت التاني في المبارات أوكراند أنا فرائي إحنا دايما الفرقة اللي بتعمل أداء مميز وأداء يعني قوي بنقول إيه ده أداء أوروبي لأ أنت عارف الشوت التاني في أوكراند أداء إيه أداء برازيلي الكرة الصغيرة والوان تو والقعوب والاستحواز والريتم السريع كل ده اتواجد إذا كان في المبارات أوكرياند أو اتواجد في المبارات سياتل فده دي لازم على طول تروح للكوتش